السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللهم صلو وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى الله وصحاب الغرور المايمين. ازايكم يا سنوال عدالي عاملين يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض تمرين الوحدة رقم حداشر. انتم نزل لكم الجرامر كلو بتاع المنهج الحمد لله نزل كله على القناة. فضلينا بس نحل الوحدة الحداشر والوحدة الاتناشر. تمام? نرى كلمته. فخلاص احنا كده بننخلص المنهج. وان شاء الله هنبدأ فيه فيديوهات المراجعة مع بعض. فتعالوا نبدأ بنقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. آآ طبعا احنا قرينا الكلمات فالنهاردة الدور على الحل. نقرب بقى الكاميرا ونشتغل في الحل. اول سؤال معاك في آآ صفحة امتين وتمنتاشر من تحت خالص في سؤال الواحد بس. بيقول هنا بلاستيك ايه? يبقى الحيوانات والطيور بتموت منه. طبعا هيموتوا منه ويبقى هو اكيد يعني سام. خلاص يعني سام. طيب تعالوا نشوف الصفحة اللي جنبها. والسؤال التاني بيقول ايه? هي ايه كل الحاجة اللي حوالينا? اي حاجة حوالينا? هيبقى دي اكيد اللي هي البيئة. بيقول هو اكبر حيوانات بحري في العالم. حيوان بس سي بحري. يبقى ده اكيد بيتكلم على الويل اللي هو الحوت. رقم اربع آآ آآ هي حاجة سامة وكمان بتلسع لو انت لمستها. يبقى دي اكيد اللي هو اندل البحر. رقم خمسة بيقول الحيوان اللي عنده هارد شيل يعني صدفة صلبة. تمام عشان تحميه. يبقى دي اللي هي السلحفة. رقم ستة بيقول هو حيوان واحد من اخطر الحيوانات البحرية في المحيط. يبقى ده اكيد الشورك لان هو دينجرس. تمام? هتقولي طيب الدولفن برضو هو سي انمال بس ميش دينجرس هو آآ فريندلي. تمام? لكن الشورك ده دينجرس. طيب رقم سبعة. بيقول ان الحيتان اللي بتكون حيوانات بحرية وبتضرب بايه الكبير? يبقى اكيد التيلز اللي هو الديل بتاعها. طيب رقم تمانية. ما ينفعش نرمي ايه في الشارع? او في الشارع دي حاجة ضر جدا. يبقى ما ينفعش نرمي الربش. رقم تسعة بيقول ان سمكة اللي هي اندل البحر دي هتلسعك لو انت لما استعفى عندك كلمة يلسع يعني تمام? كلمة مهمة جدا جدا. معنا الترمي ده. رقم عشرة. مفتاح الحل بقى في الكلمة دي اللي هي ديندست اللي هو طبيب الاسنان. يبقى اكيد اسناني تقلمني. طيب رقم حداشر. هو الجزء الصلب الخارجي للسلحفة او للمقصرات. بنسمي ايه? طبعا بيكون اللي هي الصلبة. رقم اتناشر هي اشياء زي الارض وبتلف حوالين الشمس. يبقى اكيد طبعا اللي هي الكواكب. لكن اللي هي الخطط اللي هي الطيرات. لكن اللي هي الكواكب. خلاص وحنا عندنا ايه? بيعملوا ايه بقى? بيلوفوا حوالين الايه? الصن. طيب تو means putting something you don't need somewhere. بيقول معناها ان انت بتحط الحاجة دي في مكان مثلا بس انت مش محتاجها. يبقى معناها throw away. يعني بنخلص منها. رقم اربعتاشر after running eye off my clothes and have a shower. بيقول اه بعد الجاري انا بعمل ايه الملابسي وباخد shower يبقى take off. يعني بخلع ملابسي. رقم خمستاشر the octopus swims very fast when it's danger. بيقول ان الاختبوت بيعون بسرعة جدا لما بيحس ان هو في خطر. كلمة لا يكون في خطر فيه خطر يبقى in danger. تمام? دي الكلمات بتاع الدرسين واحد واثنين. تمام? طيب احنا حلناه طبعا ومنزلين الشرح اللي القاعدة الصفرية ومصد ومصد ودو الحلين عليهم الحمد لله. نبدأ بقى ايه? في على الدرسين واحد واثنين. وعندك listen. تمام? طبعا الليسن هقرأ من ورا. وهخبيه منك وانت حل ورايه على طول. يلا كده هقرأه. بيقول ايه? رمان حتى يحوا الطرف. ايه؟ في خطرっぺ中国 كم darkest Havingلان المشكلة بڭزة لديك تص hunchتورة من اللايسن وهن يحوا الطرف اقصر يحد وريف مخاطر على الطرفPPP الن رمان حتى يحوا الطريق القادر عضْه بحشية لا يحوا الطرف استعمالها تمام? طيب نحل كده مع بعض هي سمكة مسطحة سبحان الله. طيب هي بتعيش فين? طبعا في الكرال في الشعاب المرجانية رقم ثلاثة طيب كلمة مهمة جدا جدا اللي هي الصدفة طيب عندنا المحاكسة بيقول بيتكلموا على الحيوانات البحرية مورين يبقى بحرية طيب قلت لها في اعتقادك كده ايه هو اخطر حيوان بحري مش عارفين فردت على بعدين سألتها سؤال قلت لها الاسمك القرش بتعيش في المحيطات وبعدين سألتها سؤال قلت لها السلحفة هي حيوان بحري ولي صدفة ايه نشفة طيب بعد كده قلت لها ليه الصدفة دي مفيدة للسلحفة وبعد كده قلت لها طيب ماذا عن دين البحر فهل هو عنده صدفة فمش عارفين فقلت لها بس ممكن يلسعنا او يقرسنا يعني لو لما سناك طيب احنا كده فهمنا ايه هو اخطر حيوان اللي هو الايه يبقى هنقول لها او ممكن نقول تمام فممكن تكتبها بالجامعة او المفرد وفيش مشكلة حط لها بس اس في الاخر خلاص كده طيب بعد كده يعني دي هتنزلها تاني تحت بس اضيف حرف الاس الآن او بعدين سألتها قلت لها بتعيش في المحطاط اسماك اليرش بتعيش في المحطاط يبقى هنقول لها اين تعيش يبقى هنقول وير وعندك هنا لف مصدر يبقى هنسأل بدو وير دو واتطلع شوركس تاني فوق شوركس لف اين تعيش اسماك الكرش تمام طيب بعد كده قالت لها ايه سألتها سؤال قالت لها السلحفة دي حيوان بحري وعنده هارد شيل بعد كده سألتها قلت لها السلحفة دي حيوان بحري ومش عارفة عنده ايه و ايه و ايه فهتقول لها ايه هي السلحفة فكلمة ايه يعني وبعد كده بنبص هل هنا في فعل مساعد فهنقول تطلع تاني فوق او ايه هي السلحفة اساسا ان ايه مش عارف فيها يعني طيب ويزاش ليه بقى الصدفة بتاعتها مهمة هنقول لانها بتحميها يبقى برد عليها وبعد كده هنقول انها اللي هي رجع على الصدفة يعني خلاص عادي جامعة او مفرد انها بتحمل ايه السلحف بعد كده قالت لها اهم ايه طيب واندل البحر بقى هل هو عنده صدفة فطبعا هنقول خلاص دي يقول فهنقول لها لا ما عندهوش تمام طيب نيجي بقى الاختيارات عندنا الشارك يوزز مور ذا عن اه 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 تونتي سوزن ان اتس لايف بيقول سمكة القرش عنده اكتر من 20 الف ايه في حياتها مش اكيد مش فيت ولا فنزز عانف ولا الاقدام ولا التيلز ولا الديل بتاعها لا يبقى تيس اسنان طيب احنا قلنا اول ما تلاقي كلمة اجين يبقى انت بتعمل حاجة دي مرة كمان طب هنا بيقول لك بتستخدم اعادة استخدام او اعادة تدوير طيب كل الايه عندهم صدفات على ظهرهم عشان تحميهم في الخطر يبقى اكيد دي تمام لسه طبعا حالينا في المحادثة من شوية طيب بعد كده عندنا السؤال رقم اربع الارض دي ايه طبعا بلاينت تمام او بلاينت زي ما انتوا بتسمعوا في المدرسة هو كوكب طيب رقم خمسة عنده تمن ارجل وممكن يعم بسرعي بقى كنت بنتكلمه على الاكتبوس طيب الميا والهواء مش عارفوا ايه حوالينا كل حاجات دي يبقى اكيد طبعا رقم سبعة لو انت المست قندي البحر يبقى هيعمل لنا ايه يبقى هيلسع طيب بيقول احنا بنحصل على المياه لو ايه لو مطرت يبقى طبعا قعدة تمام عشان طبعا عندك هيو شيوات واس مفرد بناخد الفعل طيب رقم تسعة بيقول لما بيكون في منزر حل ويبقى انت هتلتقط صورة طبعا عندك مش هنقوله شود انت ولا مص انت لايه ياجب لا عادي شود تمام ان احنا ماخدناش ها في السنة دي طيب يو مصت خلص بقى وي مصت لازم يجي وراء فعل في المصر فهتكون سيف نيجل تصحيح الخطأ بيقول بيقول انا شعرت بالايه بالتعب لما كنت متأخر طيب دا انت عندك قاعدة اف ومعاك مضرع بسيط هناخد برضو مضرع بسيط فهتكون في يلا ودي الحالة الصفرية لا طبعا يوم مصت لازم نبص يمين وشمال طيب لا تحوش الايه دي فهتكون شاوت طيب لا عشان مصت تمام في الاخر بقى هتكتب باراجراف عن سي يعني مزق بتمانين كلمة تمام يعني حوالي حداشر اتناشر ايه سطر كده طيب كده خلصنا تمانين الدرس الاول والتاني نروح مع بعض على تبنيه الدرس الثالث والرابع ونبدأ برضو نحل على الكلمات عندنا نومبر وان بيقول لما نحط ايه في التربة تطلعنا بالتاني كبير يبقى طبعا لما نحط السيد البزا ايه هي الطبيعية اللي بتحم كتير من الحالة والطيور يبقى اكيد ناتش ريزيرفس يعني محميات طبيعية رقم ثلاثة بيقول ان الكلب اللي هو البر ده اللي هو المتوحش مش عارفة عمل ايه الولد الصغير وما خلناش نعدي الطريق يعني خوفو تمام طيب رقم اربعة بيقول اضغط بصباحك في التربة ويعمل حفرة على عمك اثنين سنتيب الحفرة يعني هول طيب بيقول ان المنطقة دي بتدينا محاصيل كويسة يبقى هي فيها ايه كويسة يبقى كي تصوي اللي هي الطربة الزراعية الكويسة طيب رقم ستا بيقول اول حاجة هنعمل ايه للانال بلاستك وين نجففه طيب يبقى اول حاجة هنعمل له واش نخسله وبعدين نجففه طيب رقم سبع يو مست اراون اه وان هندرد اه باونز وين يو جو دايفين بيقول المفروض ان احنا نعمل ايه المت جنيه يبقى كده ندفع هيبقى باي اراون هنا معناها حوالي المت جنيه تمام او تقريبا طيب بيقول انت بس تستخدم ايه عشان تقطع الصنارة يبقى كده اللي هي السككين رقم تسعة بيقول ممكن استلف التليفون بتاعك انا عايز اعمل ايه يبقى اكيد فون كول مكلمة هاتفية طيب رقم عشرة بيقول بابا مش عارف عمل ايه للتسكرتين عشان نشاهده المتش في الاستاد يبقى كده يعني حجز طيب try to keep this plant in a not place بيقولك حاول ان انت تدخل النبدة في مكان ايه يبقى كده warm place اللي هي بالاي لكن warm دي الدودة وورد الكلمة وال اللي هو الصوف تمام طيب رقم اتناشر هو خط رفيع بنستخدمه في صيد السمك يبقى اكيد ده fishing line اللي هو الصنارة بيقول هو الجزء العنوي من الارض اللي بنقاف عليه يبقى اكيد طبعا الground اللي هو الارض رقم اربعتاشر you shouldn't be angry people you don't agree with بيقول ما ينفعش ان يكون غضبانين من الناس اللي مش بتوافق على رأينا يبقى angry with people تمام نوع delicious quickly isn't a good habit you should think well بيقول ان انت تعمل قرارات بسرعة دي عدم مش كيسة لازم ايه تفكر قبلها يبقى making decisions تمام طيب بعد كده عندنا متحان على الدرسين تلاتة واربعة وكمان عندنا listen فالlisten هنجيبه برضو من وراء فتقريبا كده هنقلب الصفحة تمام هخبيه منكم طبعا هو مش هو اللي قدامكو ده انا هقول وانتو ايه ركزوا معايا بيقول هقولها مرة كمان we are going to visit a natural reserve today we have natural reserves to help our birds plants and animals we must be careful about what we do there تمام طيب اول حاجة هنا بيقول we are going to visit هم هيزوروا ايه طبعا natural reserve بعد كده we are going there هيروحوا امتا today خلاص وبعد كده بيقول we have natural reserves to protect خلاص to help بقى ما عمديش protect طيب we must be لازم نكون ايه careful حازرين طيب الم الحدسة بقى هي سنة اولى لازم نارى سطرب الاسفت وننترجمه عمر is telling kareem about his visit to a natural reserve عمر بيقول لكريم على زيرته للمحمية الطبعية فبيقول له ايه where did you go yesterday where يعني اين ذهبت امبارح مش عارفين فقال له how did you go there روحتي ازاي مش عارفين فسأله سؤال تاني قال له i saw a lot of rare animals and plants قال له ده انا شفت حيوانات نادرة وكمان نباتات نادرة قال له did you give the animals anything to eat قال له هل اديت اي حاجة لحيوانات تاكلها فمش عارفين بقى قال له animals must try to find their own food لازم الحيوانات تدور على طعامها بنفسها طيب بعد كده سأله قال له this place is important because we protect these animals and plants سأله سؤال فرض عليه قال له ان المكان ده مهم عشان بيحمل حيوانات والنباتات دي تمام؟ طيب اول حاجة هنا قال له انت روحت فين امبارح طبعا هي مكتوبة عندك في السطر البليسود عشان كده بقولك لازم تقرأ لان هو بيكون في ايجابة سؤال طيب اين هنشطب عليها وكمان معها الفعل المساعد ونبدأ من عند اليوم نحولها i والجو هتنزل ونت ليه عشان الدد الدد ماضي فهتخلي ونت دي ماضي فهتقول i went to a natural reserve دي وتروح منزلها هنا عايز بقى تكتب yesterday ما فيش مشكلة تمام؟ يبقى هتقول i went to visit i went to a natural reserve وخلاص انا ذهبت المحمية طبيعية طيب ازاي روحت هناك؟ هل هو هنا زاكر وسيلة مواصلات؟ لا يبقى انت زي ما انت عايزك تكتب برضو هنشطب عليها الاستفاهم والفعل المساعد ويها تتحول i وبردو الجوها تتحول وينت عشان دد فهتقول i went by car انا رحت بالعربية اي وسيلة مواصلات انت عارفها تمام؟ طيب بعد كده سأله سؤال قال له ايه ده انا شفت كزا وكزا وكزا هيقول له شفت ايه؟ كلمة ايه؟ احنا خلاص اتفقنا ان هي what طيب نبدأ ان يجيب الفعل المساعد هل هنا فيه فعل المساعد؟ لا يا مسي ما فيش يبقى هطلع انا من دماغي يبقى هبص ليه الفعل عندك ماضي يبقى did ودد والاي هتطلع وصا دي هتطلع فعل في المصدر عشان احنا سنقول لهم انت في اين ان سؤال ونافي الفعل في المصدر في زمن الماضي البسيط والمضرر البسيط وده طبعا ماضي عشان فيها did يبقى على طول هتختار فعل في المصدر طيب هل did اي حاجة الحيوانات تأكلها هنقوله no I didn't ليه بقى no؟ لان هو كمل اجابة بتاعته وقال له الحيوانات اللازم تدور على اكلها بنفسها طيب بعد كده قال له المكان ده مهم عشان فيه كلمة because هنا يبقى لازم نسأل ايه؟ طيب هل فيه هنا اداة فعل مساعد ايه ممس فيه يبقى هنقول ليه المكان ده مهم خلاص طيب كده خلصنا المحادسة نروح ليه الاختيارات اول حاجة هنا بيقول بيقول اعلى جزء في الارض اللي احنا بنقف عليه احنا تديه لسه حلينها وقلنا عليها طيب رقم اتنين نشرب مية ملوسة ده خطرة جدا يبقى طبعا مصن وهقولك على تركاية حلوة يمكن انا قلتها في الحل بتاع الجرومر قلنا لما تلاقي ثلاثة اثبات واحدة نفي يبقى هي النافي لما تلاقي ثلاثة نفي واحدة اثبات يبقى هي الاثبات تمام؟ بس تركاية يعني بتيجي كتير في الامتحان وديلي الناس اللي هي ايه ضائعة خلص في الانجليز اما الناس الشطرة لا ترجموا السؤال واعرفوا وشوفوا هتختار مصت ولا مصنت ولا شدوا شدنت وهكذا طيب رقم تلاتة بيكيرفو بيقول لازم نكون ايه لما نروح المحمية الطبيعية او نعمل اي حاجة في المحمية الطبيعية يبقى هي مصت بيكيرفو بص نفي 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 هاتي الاثبات على طول تمام؟ طيب تعالوا بقى نروح للصفحة اللي بعديهم وعندنا هنا رقم اربعة بيقول ايه لازم يكون ايه؟ طبعا عندك مصت يبقى لازم فعلة في المصدر على طول مش تون مصدر لا مصدر على طول طيب النباتات محتاجة ايه كويس عشان تنموا بسرعة يبقى كيد صويل بعد كده قال له خلي بالك في حاجة قدامك يبقى ايه؟ يبقى هول يعني حفرة رقم سبعة يبقى المحمية الطبيعية that but is there is nothing in it الاناء ده ايه؟ ما فوش حاجة يبقى هو كده امتي تمام؟ فارغ رقم دسعة بيقولك ازرعي ايه؟ يبقى كده طبعا البزرة ويغطيها بالطربة الزراعية طيب مش حارفة ايه؟ to put something over something else to protect or hide it بنحط حاجة فوق حاجة عشان ياما رحمها ياما نخبيها يبقى انا بعمل لها ايه كده؟ cover تمام؟ زي cover telephone كده احنا بنقول لي علي cover عشان هو حامل التليفون مغطي التليفون تمام؟ طيب او cover العربية اللي احنا بنغطي بها العربية اسمه cover خلاص طيب when you visit a reserve you must cut the rare flowers بيقولك لما تروح تزور محمية طبعا الورود الندرة اللي هناك طبعا حاجة ايه؟ وحشة يبقى هنقول مصنت لا يجب علينا طيب should I watered خلاص بقى هي عندك should هنا فهتروح عشي ال i دي فهتكون water بعد كده you should sharing لا يا miss share طبعا حوش الاي ان جي was good لا هتضيف i لان في الاساس بتاعها اخيرا حرف ال i طيب what must be the birds on animals if found لا ده انت عندك مصد يبقى لازم فعلا في المصدر يبقى find ومش لازم يعني الفعل يكون لازق في مصد ومصد عادي ممكن يجي في اخر الجملة يجي بعدها بكلمتين ما فيش مشكلة بس مهم ان هو فعل لا تمام بعد كده هتكتب ايميل وده هتلاقيه في اخر الكتاب تمام طيب تعالوا بقى نحل مع بعض كده على الدرسين خمسة وستة اللي كان فيهم الرجل اللي عجوزه البحر مش عارف ايه او الارادي هنا عندنا اول حاجة بيقول having a is important if you are hungry ان انت تتناول ايه ده حاجة مفيدة لو انت جعل يبقى have a snack تمام اما snack اللي هو الصعبان طيب ارنست هيمينجوي ده اه هو الكاتب او المؤلف يعني بتاع الرجل العجوزه البحر يبقى هو كده الريتر اللي هو الكاتب هو اللي كتب القصة طيب رقم تلاتة اخوي اشتري ايه عشان هيسمع موسيقى بقى بقى كده هيشتري هيتفونز طيب نعمل ايه الناس الكبيرة ده حاجة مهمة يبقى اكيد ريسبكت يعني نحترم طيب الصفحة اللي جنبيها عندنا هنا اه مهرب بس ايه نبقى عدل الكاميرا شوية عشان تشوفوا كل السؤال تمام كده السؤال كل واضح عندنا السؤال رقم خمسة كلهم عرفوا بقى ان سانتياجو ده كان ايه يبقى اكيد كان بريف ان هو يصطد السمكة الكبيرة دي كان شجاع طيب رقم ستة هي حاجة مطوية يعني متطبقة وفيها معلومات عن حاجة يبقى دي ايه اللي هو المنشور تمام رقم سبعة بيقول قال له ايه احنا لازم نصيد الايه مع بعضنا الايام الجاية يبقى يعني اقترح رقم تمانية بيقول الامهات لها ايه مهم في تربيت اولادها يبقى اكيد لها رول يعني دور تمام طيب بعد كده طبعا كاتش فش خلص من انت مغمد يبقى فشرمان هو وقع وتكسر ايه في جسمه يبقى كسر بونا يعني عظمة رقم حداشر بيقول المدرس بتانا طالب مننا ان احنا نعمل ايه للدرس كله في خمس جمل يبقى سامورايز يعني نلخص رقم اتناشر العظم اللي في الجسم اسمه ايه طبعا سكيلتن تمام اللي هو الهيكل العظم رقم دلتاشر الحاجات اللي احنا مش محتاجينها بنسميها ايه ربش يعني قمامة رقم اتناشر كل طالب عنده ايه بيلعبوا في الفصل او بيعملوا يعني في الفصل عشان ينضف الفصل عنده دور بيلعبوا جول برضو تمام الغابات هي مواطن مهمة لكتير من الحيوانات يبقى هم تو ماني ويلد انمال خلاص كده طيب نروح للصفحة اللي بعدها عندنا جنرال اكسرسايزي سياسة اولى على درسين خمسة وستة طبعا دي هنحلها بقى من غير ايه ما نقرى ليسا اللي هي على قصة سانتياجو فبيقول سانتياجو ايه طبعا فشيرمان كان صياد سانتياجو دي انت كاتش فش فور لانج طيب وان دي دير وز اا بيك فش ذا فش وز اا دي اند اوف هز فشنج لاين طيب نروح بقى لالضيالج الجميلة عادل تلزي هاني اباوت استوري هي ريت بيقول ان عادل بيقول لهاني عن قصة هو اراها فقال له عادل بتعمل ايه عادل فمش عارفين فقال له ومستغرب واحنا قلنا لما لايك كلمة فيها عنا متعجب هنطلعها تاني فوق بس هنزود لها شوية حاجات كده طيب سألوا سألوا قال له اسمها الرجل العجوز والبح قال له بتقول لنا عن ايه مش عارفين فقال له هل الرجل العجوز اصطاد اي سمك فرد عليه بعدين سألوا سؤال تاني قال له لا هم مقدرش بها في السوق طيب نرجع للحل بتاعنا قال له بتعمل ايه هيقول له انا بقرأ قصة هنشتب على الوط والاريو احنا متعودين ياسا نقولها وقلناها كزا مرة ان الاريو بتتحول ايام ايام ريدي انا بقرأ وتكتب استوري اللي هو كتبها تحت خلاص انا بقرأ ايه قصة طيب بعد كده رح قال له اسمها كزا يبقى هيقول له اسمها ايه احنا متفقين كلمة ايه دي يعني ايه وط وهل هنا في فعل مساعد ايام مستد في اس يبقى بدل ما هي ات از هنخليها از ات خلاص از ات وكولد تطلع زي ما هي ماذا تسمى فقال له الرجل عجزه بحر بعد كده قال له ايه طب بتقول لنا عن ايه هتبدأ تشتب على الفعل المساعد وادات الاستفهام وتبدأ تل ات تل بقى هتنزل وتزل عشان عندك ايه دزل فإت تلز اباوت ان اولد فيشر مان بتقول لنا عن الرجل ايه عجوز بعد كده قال له هل هو استطاد اي سمك فهنقول له ياس هي دد ايوه هو ادر طيب هيقول له نو يبقى تشتب بالنو مع الان بسترف دي وتعكس اول كلمتين فهتكون ايه could he sell it at طلع بقى السؤال كله فوق the موركب هل هو قدر يباعها في السوق فهيقول له لا خلاص كده بس سمحة سهلة جدا وبسيطة بستركز في كل التركات اللي احنا بنقولها نيجب بقى يا اولاد للاختيارات wear on your hands to keep them warm هنلبس ايه في ايدينا يبقى كده الجلوفز عشان تبقى warm يعني دا فيها jody felt very after she was ill but she is better now jody حست انها ايه وهي عينة ولكن دلوقتي تتحسنت يبقى هي كانت حسن هي ويك ضعيفة if something is it's very small لما تبقى الحاجة ايه بتكون صغيرة جدا يبقى tiny تمام طيب نشوف الصفحة اللي بعدها عندنا هنا ايه بيقول people sometimes do dangerous jobs الناس اللي ايه بساعة بيعملوا حاجات خطيرة يبقى الناس الbrief او بيعملوا وظائف ايه خطيرة يبقى الناس الشجاعة طيب رقم خمسة means to show or care and admiration for someone انا بيبقى ايه اعجابي واهتمامي بالشخص دا يبقى انا اكيد هعملوا respect يعني احترام when i share a post my friend's right لما بكتب post اصحابي بيكتبولي عليه ايه يبقى comments اللي هي الكومنتات طيب رقم سبعة this isn't a story the animals are talking in it بيقول هي قصة مش قصة ايه دا الحيوانات بتتكلم يبقى هي قصة isn't real يعني مش حقيقية رقم تمانية you park here it's not allowed بيقول له تركن هنا دا ممنوع بص كده كلهم اثبات ودي نفي خد النفي خلاص يبقى مصن تمانية فاش نركن هنا طيب you must لازم بعد مصن نجيب فعله في المصدر فهتكون clean طيب people are smoking hospitals it's not allowed to do that الناس تدخن في المستشفى دا ممنوع يبقى مصن تحاجة ايه مستحيلة نحن نعملها طيب بعد كده بيقول if i feel sadly when i miss the school bus بيقول انا حسيد بايه بالحزن يبقى حزين i feel sad مش sadly تمام طيب tell me on yourself لا tell me about yourself كلمني عن نفسك طيب don't throw لا throw عشان احنا عندنا don't be go ورافعلي في المصدر طيب هنا you must خلاص وبعد كده تكتب عن قصة انت حبيتها معالش طبعا يا ولاد على صوت اللي برة بس هعمل ايه ده نصيب فاعدوا اي صوت كده ده اسمعوا مش مشكلة نيجي بقى لصفحة كده متين اربعة وخمسين متين اربعة وخمسين هتلاقيها مقلوبة فاحنا ايه هنعمل الكتابة على اساسها بنحل ده امتحان مجمع من المحافظات اللي اه قبل كده فعندنا اول حاجة المحادسة بيقول يارا اساس تسنيم عن الويك اند بتاعتها اللي في اسكندرية فبتقول لها خلص بقى قالت لها نزل تمام فهتنزل نفس الايه الكلمة بعد كده سألتها قالت لها قالت انا قضيته بعد كده طبعا يبقى هتقول لها قضتي فين اللي هي الويك اند بعد كده قدت لها كيف كانت تقصفة مش هفيفة قدت لها فانتاستيك طيب بعدين سألتها سؤال التاني اردت عليها قدت لها اي ايت فش انا اكلت سمك بعدين قدت لها عملت ايه تاني هناك طيب اول حاجة هي هنا قدت لها فهنكتب ايه خلاص هتنزلها زي ما هي قدت لها انا قضيت العجزة في اسكندرية اسكندرية دي مكاني بقى نسأل عنها طيب نيجي هنا انت عندك هنا فعلا مساعد لا بس عندك spent ماضي يبقى did وهنقول لها نرجحها بقى لاصلها وبعدين it قدت لها الجو كان ايه بص هنا اه يبقى هنقول نفس الكلمة بس هنقول it was وتكتب fantastic خلاص طيب بعد كده هنا في ايه بعدين قلت لها ايه بقى انا اكلت السمك يبقى هتقول لها اكلت ايه يبقى هتقول لها what وعندك it ماضي يبقى did والآي تطلع you و it تطلع eat what did you eat تمام طيب قلت لها اكلت السمك وبعدين قلت لها عملت ايه تاني هناك ممكن تقول بقى a i swam in ba c طبعا هنروح اسكندرية بقى كده هنعمل في البحر طيب نجل الاختيارات هنا عندك بيقول عندها صدفة بتحميها يبقى كده طيب بيقول انت مش محتاج الحاجات دي فانت ممكن تحطها في الايه في الربش طيب عنده تمن ارجل يبقى اكتبوس تمام طيب الناحية اللي جنبها اف مونا اللوت في تيفي يبقى مونا هنا مفرد فهتكون الفعل في اس لاني دي قاعدة في الصفرين مضرع بسيط مضرع بسيط when you leave ice cream in the sun it not water يبقى it becomes برضو مضرع بسيطة عشان عندك قادة when or if what must you طبعا مست يبقى على طول فعل في الايه في المصدر you will the animals and birds if you make noise you will frighten يعني انت هتخوف الطيور لو عملت ايه زيتها طيب رقم 8 trees keep air and clean الاشجار بتخلي الهواء ايه ونظيف يبقى اكيد healthy رقم 9 الجلي فش بتعمل ايه على طول ستينكس تمام طيب بعد كده بيقول هي عندها خمسة وستين سنة يبقى كلنا بنعمل ايه اللي هي بتقوله يبقى ريسبكت بنحترم تمام طيب نروح بالجينرال اه او تست كده كامل على الوحدة الحداشر وعندك الليسن هنا تمام هنبدأ نقرأ وهو والله سهل بس هنقرأه برضو هخبي منكم الليسن كده وهنقرأ بيقول ايه سانتياغو بوزن لا ده ده اللي بعدها هخبيها بقى عشان مطحب هولا مرة كمان طبعا بيتكلم برضو على سمكة الارش تمام فهنا بيقول طبعا هنقرأت بعد كده يعني هو لما سنة منه بتقع التانية بتطلع مكانها على طول طيب عنده كم سنة بقى في حياته عشرين ألف سنة بتكون على مدار حياته كلها طيب التكست عن ايه طبعا عن الشارك نيجي بقى للضليل بتاعتنا اول حاجة بيقول ايه عمر وزياد بيتكلموا عن الحيوانات البحرية بيقولوا مبارح كان عندنا درس علوم جميل فسألوا سؤال قالوا it was about the animals قالوا عن الحيوانات البحرية كان عن الحيوانات البحرية طيب what animals did you learn about ايه الحيوانات اللي تعلمت عنها بقى طيب فسألوا رد عليه وبعدين واتسألوا سؤال تانية هو رد عنه قالوا yes they are dangerous قالوا ايوة خطيرة بعدين قالوا where does a stingray live ال stingray دي بتعيش فين فهيقولوا مش عارف ايه قالوا is it a big fish هل هي سمكة كبيرة فهيبدأ يرد عليه طيب اول حاجة كده قالوا هو كان عن كذا فهيقولوا الدرس كان عن ايه اتفقنا ان كلمة ايه دي يعني what وعندك هنا فعلا مساعد was فهيكون what was it about ماذا كان عن فقالوا كان عن الحيوانات البحرية فقالوا ايه ايه الحيوانات اللي تعلمت عنها فهيقولوا i هنبدأ نمسك من عند اليوم والlearn دي يا اما تحطوا الله t يا اما تحطوا الله ed دي في الماضي تمام i learned about وتكتب له a stingray a stingray وانحطوا نقطة مش عالم تستفهم لان هو رد خلاص طيب بعد كده راح قالوا yes ايه اللو قادة خطيرة سهلة بقى اشتبع ال yes واكس اول كلمتين الفعال والفعال مساعد فهتقول هل هم خطرين خلاص فقال له اه بعد كده بتعيش فين فهنقوله بتعيش مسلا في البحر خلاص قال له هل هي سمكة كبيرة فهنقوله yes خلاص طيب بعد كده هنا بيتكلم على البلاستيك وزي ان هو سم واحنا بنستخدمه في حاجات كتير وكده فهنبدأ نحل على طول طيب هنا بيقولك كلمة this refers to this رجع على مين نرجع كده الورب ادي كلمة this اهي ترجع للجملة اللي قبلها تمام وتقول we must try to use other materials for example paper and glass because these are easier to recycle يبقى هو بيتكلم على المaterials الثانية الموضة الخامة الثانية زي paper الورق والازاز يبقى الكلام هنا على مين على الورق والازاز paper and glass recycle means عادة تدوير يبقى هي هي ريوز عادة استخدام طيب it's better to use paper than من الافضل ان احنا نستخدم الورق افضل من ال a تعالوا نشوف كده it's better to use paper than اهو اكيد طبعا than plastic لاني بس نطلعها من هنا it's better to when we use plastic bags it's a long time هي اكيد هتكون paper يعني فممكن تكون في الصفحة التانية فهنقول له بدل من البلاستيك البلاستيك بسط ادي علوان مناسب فممكن نقول له plastic is poisonous تمام اهو هي الجملة دي بس كده لان العلوان لازم يكون ايه كلمتين ترى كلمات اربع كلمات بالكتير ما تكترش عن كده ما فهش يكون سطر تمام طيب بعدين بقى بقى بotal mean why must we try to use other materials such as paper and glass. ليه المفروض نستخدم material زيتانية هنقول because these are easier to recycle. ودي نمبر 5. خلاص عايز تبدأ من اول النقطة لحد النقطة فيش مشكالة ايجابة صحيحة جدا. طيب رقم ستة هنا بقى سؤال ايه? تفكير نقدي. فبيقول لماذا تعتقد ان ليه البلاستيك خطير على حياة الحيوانات? هنقول له طبعا لان هو سام لو فانت هتاخد الجملة دي لحد هنا كده في رقم اربع وتكملها لحد هنا هتكون رقم ستة. تمام? وتبدأ تكتب قبلها هتقول because خلاص. اهي. I think. وتروح كاتب الايه? الاجابة بتحت اللي احنا مختارينها فوق. خلاص? طيب نروح بقى للاختيارات. بيقول the word recycle means. المعنى كلمة recycle يوعد تدوير. use something once ولا use something again ولا not use something ولا never use something. لأ طبعا هنقول use something again يعني بنستخدمها مرة تانية. what not to get high marks? اه ده هنا السؤال بقى ده لو انتو فاكرين في الشرح قلتك لازم تحفظ السؤال ده اسمه ايه? what should i do? what should i do? فايه نازم اختار دي. what should i do? طيب رقم ثلاثة. in the museum we saw a of a very old animal. it's it's bones were very big. بيقول احنا في المتحب شفنا ايه? الحيوان اه عديم جدا. والعظم بتاعه كان كتير. يبقى كان كبير قوي. يبقى شفنا سكيلتن يعني هيكل عظمي. طيب الصفحة اللي جنبها بيقول. بيقول في المدرسة تتكلم مع صحابك في الدرس. لأ طبعا ما ينفعش يبقى مواصنت. طيب. when a turtle is in danger it into its shell. بيقول لما الترتل بتكون في خطر بتعمل ايه? بتدخل في الشل بتاعتها هيبقى ايه دي قعدة ف الحالة الصفرية مضرعة بسيط مضرعة بسيط. طيب. another reserve. يبقى natural reserve اللي احنا واخدينها النهاردة. مش النهاردة دي الترمو كله احنا بتكلمها المحميات الطبيعية دي يبقى natural reserve. طيب. what's your favorite in this story? Alice. قال له ايه هي المفضلة في القصة? فقال له Alice. طبعا Alice دي character يعني شخصية. طيب لكم تمانية you can practice your favorite sport in the sportis. بيقول ممكن تتمارن على الرياضة المفضلة بتاعتك في السبورتس ايه? يبقى السبورتس center. المركز الرياضي. او السبورتس center. طيب that is the air water and land on earth. بيقول المية والهوى وايه اللي على الارض يبقى دي environment البيئة. رقم عشرة cleaning plastic rubbish from the beaches and the ocean helps us to protect our. ها يحمى طبعا ايه اللي هو الكوكب. نيقل تصحيح الخطأ. بيقول when I'm hungry I had something to eat. طبعا دي قاعدة F ومعاك هنا مدرع بسيط فالناحية التاني برضو هتكون مدرع بسيط فهتكون ها V. طيب you must forget why you are doing the activity? لا طبعا you mustn't. خلاص طيب what we should do with ضربش. طب ما هي مش هشود ومعها مصدر. لا لما بنيجي نعمل في السبورت بنعكس ايه? شود والايه? وايه? او shouldn't والفاعل. تمام? او mustn't والاحنا المهم يعني نبدأ بفعل مساعدة اللي هو بعدين الفعل. فهتكون should we. بعد كده what happened when we? يبقى what happens? تمام? بس كده. في الاخر بقى هتكتب ايميل وده هتلاقيه في اخر الملخص. نروح مع بعض بقى على امتحان للازهر. بص سنقول معي. امتحان للازهر طبعا دي المحادسة بتاعتكم بتكون صغيرة جدا وسهلة وبسيطة. بس برضو ايه? لازم تكون آآ زاكي كده وانت بتحلها وما فيش حاجة تعدي منك لانها زاهلة. فما تضيعش درجاتها خسارة. بيور رامي بيس قال هاني عن زيارته لايه حديقة الحيوانات? فقال له. قال له هل انت روحت حديقة الحيوانات? فهيرد علي. وقد نسأله سؤال تاني. انا شفت حيوانات كدير. بعد كده يقل له ايه? هل كم ذي اي فائلة? فمش عارفين برضو. قال له قال له هل تعرف ان الفائلة بتاكل العجبة? فقال له انها لا ما عرفش. شكرا اللي وقتك. يعني بتاع ده دايلك تفه جدا. عندك هنا تعدد. فهتروح ما يجاوب على طول بيس. وتعكس اول كلمتين. تحول اي والدي تنزل. خلاص? بعد كده قال له انا شفت حيوانات كتير. يبقى شفت ايه? يبقى طيب وتشتب على دي. لان عندك صو هنا مواضي. شفت ايه? قال له شفت كزا. طيب قال له هل كان في فائلة? هنقول له ياس برضو. وتعكس اول كلمتين. خلصت. سهلة جدا جدا جدا. طيب نجل الاختيارات. بيقول لما الدنيا بتكون بارد الموضة بتتحول لتلج. يبقى بوطر هنا مفرد فهتكون تمام? هي شطرة جدا يبقى كده هتدخل طب يبقى شي شد. طيب بعد كده يعني ما الاخطر حيوان بحري باكيد سمكة القرش. لازم تعمل ايه? حفرة الاولى عشان نزرع شجرة. الرجل اللي بيصيد السمك يبقى. نيجي بقى للسؤال بتاعنا الجديد اللي هو سؤال الترتيب. عندنا هنا الكلمات طبعا هنقول هاد فعلي في المصدر على طول يبقى حالة نص الايه? الجملة اهو. آآ يعني ما ينفعش نستخدم. لأ دي اربعة ودي خمسة ودي ستة. تمام? طيب نشوف اللي بعدها. برضو ايه تقرى الجملة كله وبعدين تحل. طبعا سنتياجو. سهلة جدا. طبعا بتعيش فيه. لو انت تحفز الكلامات هتعرف تجيبها كرال ريف. تمام? طيب. طبعا على طول المحمية الطبعية. ومفرد بتاخد ايه? وبعدين اهو. تمام? بس كده. في الاخر هتكتب خمس جمل بس عن المحمية الطبعية. تمام? طيب نيجي للمحافظة برسعيد اللي انتم عارفين طبعا متعودين خلاص بقى ان كل السؤال بيكون ايه? اختيارات. كل الامتحان بيكون اختيارات المحادسة وكله. فهتبدأ تقلب كده معايا ونبدأ نحلها. هنا بيقول ايه? كيف كانت اجازتك? فهنقول كانت جميلة. طيب سأله سؤال رح ارد عليه قال له. انا رحت الغردائي. بقى هيروله رحت فين? فين دي يعني? رح سأله سؤال تاني. رح ارد عليه قال له. اي سوام. قال له نعمت وعملت القلعرم ليه? بقى يقول له عملت ايه? طيب هنا بقى هل اشتريت اي هادات سكريب? هيقول له يا ساي دت. تمام? طيب الناحية اللي جنبها تصحيح خطأ. بيقول هنا احمد طبعا مصد اللي سميج وراء فعلا في المصدر فهتختار طيب تعبير على بعضين كده قلت لك احفظه. what should i do? what should i do? تمام? طيب جيزة is famous. طبعا famous لازم يجو راح حرف الجر فور ولو انت فاكر قلتلك famous فيها off وفور فيها off. الاتنين يجو اه اه اف ايه? اف والفاص دي. جيزة is famous for. تمام? طيب. what must? عندك must اهي? بقى لازم نجيب فعله في المصدر فهتكون فايند مش فاوند. طيب. when you put a key in water it sink. اه ده انا عندي it. يبقى لازم نختار الفعل في اس او اس او اس. خلص كده سنة ولا? كده نبقى خلص نحل الوحدة الحدوث والحمد لله. ان شاء الله بقى الفيديو الجاي. هيكون في الوحدة الاتناشر باز من الرحمن. خلص الفيديو بتاعنا. اتمنى لكم النجاح والتوفيق يا رب لو عزينا اي حاجة. اكتولي في الكومنتات. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وقال لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.